كيف تقضي وقتك في المدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا لو رايحين المدينة بقى خلاص كملنا عمرتنا وهنطلع على المدينة هنعمل ايه في المدينة المدينة المنورة هي المدينة اللي هاجر اليها النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت وطن ليه هذه المدينة اللي خطط فيها النبي عليه الصلاة والسلام لبناء هذه الامة هذه المدينة اللي تشرفت به صلى الله عليه وسلم حيا وميتا طيب هنعمل فيها ايه هنكسر فيها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولما نيجي رايحين علشان نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلشان تصلي في الروضة الشريفة لازم تكون في أطيب أحوالك هتختسلي وهتتطيبي بالمسك طبعا وهتكسري من الصلاة عليه الصلاة والسلام هتكسري جدا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولما تيجي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام هتدخلي في وقار وفي خشوع وهتلقي عليه التحية هتقولي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وهتسلمي على صاحبيه أبو بكر وعمر باحترام وبتأدير ولازم تحرسي أنك تذهبي في المدينة لمسجد قباء هتتطهاري برضو وهتتوضي وهتروحي تصلي في ركعتين وبردو تروحي جبل أحد جبل أحد برضو كان من السنة على فكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح مسجد قباء كل سبت إما أنه كان بيروح ماشيا على رجليه يعني أو بيروح راكبا فإحنا اقتضاءا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بنروح مسجد قباء وبنصلي في ركعتين بنتطهر برضو قبل ما بنخرج من الفندق وبنتوضى وهنروح هناك في مسجد قباء نصلي في ركعتين وبردو ما تنسيش أنا كنت قلت لكم في المكة المكرمة ما تشغليش بالك بالمزارات في مكة وما تروحيش مزارات مكة وما تضيعيش عليك الوقت لكن في المدينة لا في المدينة الزيارات اللي بأقولك عليها دي دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسجد قباء كان الرسول عليه الصلاة والسلام مواظب كل سبت في الصلاة لمسجد قباء كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت للصلاة فيها فدي من السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تضيعيهاش لازم تروحي وتصلي فيها في المسجد قباء ركعتين لو كمان لحقتي صلاة فريضة صلي صلاة الفريضة وركعتين فيها وكمان جبل أحد برضو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح لجبل أحد فاحنا برضو اقتداءا بالرسول عليه الصلاة والسلام هتروحي لجبل أحد وهتتذكري الدروس والعبر من هذا الجبل العظيم اللي هو جبل من جبال الجنة وكل طول ما انت ماشي في المدينة المنورة صلي كتير جدا على النبي عليه الصلاة والسلام واقرأي صورة الأحزاب حاولي تقرأي صورة الأحزاب وانت في المدينة المنورة برضو علشان تتدبري ما فيها من دروس وعبر الصورة دي بتتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأزواجه وأصحابه فحاولي تقريها وانت هناك وأكسري بقى كطاري جدا كطاري جدا من الصلاة في المسجد النبوي الشريف الصلاة فيه بألف صلاة فطبعا برضو ما نضيعيش الصلاة فيه الفرائد كلها صليها فيه صلاة الفجر في المسجد النبوي يا روعة روعة بجد والله روحانيات تانية جدا وروحانيات رهيبة ما تحرميش نفسك منها ما تكسليش أنا عارفة أنت هتبقي راحة من مكة تعبانة بقى ومجهدة جدا من العمرة فبتروح للمدينة بقى بتبقي عايزة ترتاحي بتروح للمدينة بقى مش قادرة خلاص وتعبانة فعلا فعلا كلنا بنكون تعبانين جدا خاصة لما بتكوني في جد في الكعبة يعني أنت خلاص كنت في مكة وبعدين راحة على المدينة يعني روحتي مكة الأول فبتكوني راحة للمدينة خلاص بقى تعبانة جدا ما أنتش قادرة بقى فكان فيه كتير معانا كانوا بيكسلوا بقى ينزلوا يصلوا في المسجد النبوي اوعك اوعك تضيعي صلاة في المسجد النبوي وخاصة صلاة الفجر خاصة صلاة الفجر فيها روحانيات تانية خالص روحانيات رهيبة بجد والله أنت أصلا في المدينة بتحسي بتمؤنان وسكينة كده سبحان الله حاجة مميزة فا اوعك تضيعي الصلاة في المسجد النبوي الشريف وزي ما قلت لك أهم حاجة أنك تكسري الصلاة من ضمن المقاطع اللي في الفيديو ده شايفة ضمن اللي وإحنا وقفين منتظرين اللي سماح لنا بالدخول على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فبتبقى لحظات مؤثرة جدا هتجربيها إن شاء الله ربنا يرزقكم جميعا يا رب بعمرة قريبة وتحسوا بالروحانيات دي حاجة لا توصف الله بجد فربنا يوعيدكم بإذن الله فزي ما قلت لك اوعي تضيعي صلاة تاني بأكد عليك الصلاوات كلها في المدينة صليها في المسجد النبوي الشريف اللهم كما رزقتنا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ورزقنا الاقتداء به اللهم ادخلنا مدخله اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الكريم شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم وفقنا إلى حسن الأخلاق حتى نكون أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم لأنه كان أشرف خلق الله وأطهر خلق الله اللهم لا تحرمنا شربة هنيئا من يده الكريم على حوضه الكريم وربنا يجمعنا يا ربي يا ربي يجمعنا إن شاء الله على حوضه في يوم القيامة إن شاء الله نجتمع كلنا كده على حوضه الكريم كما ذكرنا وكما اجتمعنا على ذكره صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم